السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل البداية صلوا على النبي واذكروا الله يا جماعة رح نحكي بهذا الشرح عن حل مشكلة بطء الشحن في أجهزة هواية الأمر بسيط جدا لا يحتاج أي تعقيدات فقط بضع الخطوات وتكون المشكلة قد حلت بإذن الله كل ما عليكم هو متابعة الفيديو إلى النهاية لمعرفة الفكرة والتفاصيل بشكل كامل شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا من جديد لإكمال شرح حل مشكلة بطء الشحن في أجهزة هواوي الآن نتوجه إلى تطبيق الهاتف ونكتب الكود التالي نجمي مربع نجمي مربع 2846579 نكمل كتابة مربع نجمي مربع نجمي رح يفتح معنا هاي النافذة رح نختار الخيار الأول بعدين رح يفتح أربع خيارات ثاني رح نختار الخيار USB port sitting اللي هو الخيار الثاني بعدين رح يفتح ثلاث خيارات هلا يا جماعة نحن رح نختار خيار بحيث نعدل على ضمن الجوال أنه يركز على الشحن والبيانات يعني قعدت الشحن أو البيانات في الجوال USB ما دخل USB وقت رح حطه على الشحن للجوال رح يكون يركز على الشحن فقط وقت رح أوصله على لابتوب مثلا عشان بيانات رح يركز فقط على بيانات ما رح يهتم في الشحن ما رح يشحن يعني بس فقط بيانات أما وقت رح يحطه على الشحن رح ياخد شحن بشكل أفضل بإذن الله وبطريقة افضل يعني ان شاء الله راح تحسن كتير ويرتفع مستوى الشحن واداء الجهاز الآن نختار الخيار الاول نعطيه close بعدين راح نعمل اعادة تشغيل للجوال وباذن الله راح تنحل المشكلة ورح يتحسن اداء الجوال بالنسبة للشحن وان شاء الله يكون وصلكم الفائدي من هذا الشرح ودمتم سالمين